موسيقى معاناة الصحافة الورقية مستمرة في كل العالم فمعدلة توزيع الصحف في تراجع خطير أمام المواقع الإخبارية الإلكترونية ولم تعرف صعودا منذ عقد كامل لكن في فرنسا الصحافة الورقية قررت المواجهة فثمان من كبرى المجلة والصحف ستتحد عبر موقع إلكتروني أطلق عليه اسم إيبريس بريميوم تماما كمنصة بيع الصحف هذه منصة رقمية حيث كل العنوين متوافرة عبر هاتف ذكي أو كومبيوتر لوحي القارئ الفرنسي يبعد نقرة واحدة عن خمسة من كبرى صحف فرنسا وثلاث أسبوعيات رئيسية وهي خطوة يؤمل أن تسمح لهذه المؤسسات الصحفية بالصمود أمام عملقة الإنترنت في العالم لدينا ثمان مجموعات صحفية مهمة ستتكلم بصوت واحد عندما يتعلق الأمر بنماتج الأعمال وسنكون في موقع تفوضي أفضل مع عملقة الإنترنت لأن لدينا ثقلا المشاكل التي تواجهها مع نظام كأبل مثلا هي أنهم الذين يحددون الأسعار ويبقون التتا بمتناول المستخدمين ويطبقون سياسات تسعير عالية فأبل تأخذ 30% تحرك كان يبدو مستحيلا فهذه المؤسسات الصحفية التي اجتمعت كانت تنافس بعضها على السوق الفرنسية الأهمية الاستراتيجية في أن نكون قادرين على تقديم عنويننا وخدماتنا الجديدة رقميا تعني أننا وجدنا بعض نقاط الالتقاء بشكل سريع صحيفة لموند وحدها رفضت الاندمام إلى التحالف لكن المتحالفين يأملون امتلاك العدة لازمة لإحداث فارق عند إطلاق الخدمة في الربع الأول من هذا العام